المرأة بتعرف تدير الضغط كويس عندها فن إدارة الضغطات عكس الرجل حاجة واحدة بيبقى مسؤول عنها بتربكه جداً بيبقى متوتر جداً تخلق عنده جوه من نوع من التوتر بيفضل طول الوقت يفكر في المسؤولية اللي عليه وفي المشغولية اللي عليه المرأة بتعرف إن هي تتخلص من الضغطات اللي عندها هي بتفرغ الضغط لكن هو بيكتم بتعرف تفرغ ما هو ده فن ده فن الإدارة هو بيبقى صعب هو هي يروح يقول لها أنا مش قادر أجيب مصاريف الأولاد ده يقول لها يروح يقول لها سيه مثلاً اتخصوا مني أسبوع من المرتب بيخبي برضو ده بيخبي عشان مظهروا قدامها لأ هتتعملي إيه وعشان ما يوترهمش هما كمان هي برضو هتقلق و هتخاف لو ده حصل هو فهو بقى اللي بيتحمل الضغط ده لوحده أيه فده اللي بيخليه مش بيعرف يدير الضغط كويس عكس المرأة طب أنا عايز برضو يعني وإحنا بنتكلم الضغوط اللي بتبقى على الرجل مش عايز أجيب الحل دلوقت لأن الحل هيجي أكيد بيقللنا سؤال للحل بعدين لكن هل التوقعات بتاعة الرجالة توقعات المادية إن أنا السنة الجاية عليها فلوس المدرسة زادت السنة الجاية عندي فيه مصيف يعني على فكرة ما بيعودوا يفكروا في السنة الجاية التوقعات دي بتزيد الضغط أكتر طبعاً بتزيد الضغط لأنه هو طول ما هو الإنسان عموماً مش الرجل بس كمان لو مدرك لإمكانياته وحدوده هيعرف إزاي يوظف ده طب أنا في استطاعتي إني أدخل مدارس مثلاً انترناشنال طيب يبقى إذن أن أنا مش هاعد أفكر أنا هجيب المصاريف المدرسة دي منين أو هحط لودة علي مصاريف المدرسة جنب المصيف طب أنا مش قادر طب أنا هوقع حاجة من دول بس إحنا دايماً على فكرة مثلاً تجيب سرط المدرسة يا دكتور حركة إحنا لما بنيجي نفكر في المدرسة في مصر عموماً يعني دايماً بنودي الحتة اللي أكتر من مستوانا حتة يعني لو مستوي يودي مدارس حكومة ويبقى كويس في المدرسة الحكومة ويصرف يعني مدرسة مثلاً سوري مش بلاش حكومة اللي هي التانية حتى حاجة تبع الحكومة تجريبي مثلاً بألفين تلاتة لا يروح يودي حاجة بسبعة تمانية لو إمكانياته سبعة تمانية يروح لأبو 15-16 وبالتالي كل واحد بيتطلع لولاده للأحسن هو مش محدد إمكانياته ولو محدد إمكانياته مش هيحس أبداً بضغط مادي ولا ضغط نفسي عليما ضغط النفس بيجي من الضغطات المادية أو الاجتماعية اللي حوالينا فأنا حس إن أنا مضغوط طب أنا ليه أضغط نفسي ما أنا أرتب أولوياتي عارف إمكانياتي إيه إيه اللي يرغمني على ده؟ طب أنا عايزة أكمل في نفس السؤال السوري هبب الزوجة أوقات بتضع ضغوط كتير جداً جداً على الجزء وأنا مش عارف هو يعني يتصرف معها يبقى يتصرف معها إزاي؟ تمام؟ هي دايماً عندها حاجات عايزة تعملها اللي هو إيه؟ خلي بالك أنا فرح أخويا كمان شهرين ومحتاجة فستانة بـ 3000 جنيه خلي بالك أنا محتاج إن أنا أعمل مش عارف إيه خلي بالك خلي بالك خلي بالك فده بيحط عليه ضغوط أنا فاكر فيلم من الأفلام قعدت برضو زوجته حاجة كده كانت في الأربعينات يعني تضغط عليه للغاية ما هو كان شغال أمين من خزنة ورح أخد حاجة من الخزنة ومعرفش يسدده ولما رح قدام المحكمة قالك ده كان عشان يجاوز بنته يعني فإزاي يتعامل مع ضغوط الزوجة؟ هي البرتنر ده لازم يبقى مقدر مقدر وعارف إمكانيات زوجي إيه يعني لازم يبقى عارفة إمكانيات زوجي إيه ومقدر الإمكانيات دي مطلوبش حاجة فوق الإمكانيات معليش تقفل توقعات جدا من البداية طب أنا هطلب ده هينفزه إزاي؟